السلام عليكم كيف حدثكم في الفيديوهات الي قبل سنشارك معكم نيسلي كراميل تحضير منزلي 100% طريقة سهلة و يجي تماما مثل الجاهز سنشارك معكم كذلك كراميل بغسالي بطريقة روعة و بدون كريمة سائلة و سنشاهدون الحليب محلل مركز بطريقة ناجحة 100% سنبدأ بالكاراميل بغسالي بما انه بزافة الناس كيرقه و مش كلمة الكريمة السائلة اليوم سنشاره بدون كريمة سائلة سنحتاج كاس انبه من فكار ساندة كاس لا ربع و كاس ما مرش من الحليب المجفف و كاس لا ربع او نصف كاس دي الماء و وافي يعني فوق من نصف كاس دي الماء بشوية ما يكون سخون او ما يكون غلياء سنحتاج واحد المعلقة كبيرة عامرة ديال الزبدة و من الافضل تكون الزبدة ديال الاكل و قبيصات الملحة خلط هذا كالحليب المجفف مع ذات الكيميات المالية لدينا سنخلطها مزيان حتى كيدو بدك الحليب المجفف و السكر كنرده في واحد المقلاة و الكاثرول ما كان حركوش في الاول حتى كيدو بلي السكر ونرد البال ليتحرق الكراميل إذا التحرق غيلو حول ما تخدموش به باش ما يعتقومش المرورة الكراميل كنخلي حتى كي بدك يدوب مزيان مرة مرة كندور غيل مقلاة كبلا ما كان بقى كنحرك حتى كي بدك يدوب الكراميل او السكر عاد كنعاونو انا بالتحرق حتى كي دوب تماما ما يبقاش في الحبيبات ديال السكر مباشرة غادي نرمي فيه معلقة الكبيرة ديال الزبدة و كان بقى كنحرك فيها حتى كددخل في هذك الكراميل عاد كنزيد هذك الخليط لصوبنا ديال الحليب المجفف و الماء صخون كنزيدو كنبدك نحرك و عفيا مهيلا كنبقى كنحرك حتى كي بلي هذ الكراميل بدك يغلق منور الغاليين كنخلي واحد دقيقة قريبا و انا كنحرك فيه باش ما كنحرك باش ما كي يختار و كيعقد وصفيك يودي عندكم بهذا القاوم هذا كهير كي وصل لهاد القاوم انا سوف نضيد وقبيل سطر جدو الملح و كهير كبير ملاحظة و يكون هناك شوية جدو الملح و يجب ان يقضي الكراميل و سوف يكون لديك الكراميل جدوه مجفف تقدروا تطحنه و هو سخون او تحليه حتى يبرد على التحنه باش كتقدر القاوم دياله اكتر رضي طيب اكتر تحليه يختار الكراميل جدوه يغذال سوف نجعله حتى يبرد تماما كيف يبرد غذال قوام جيل وزوين وردوا البال مع السكر لا يتحرق لكم الى التحرق الكراميل يأتي مر و لا يأتي زوين شوفوا معي كيف يأتي يأتي ارائي الماضي قديم الغذال الحليب مجفف يأتي ماضي زوين و احتز الزبد الحيوانية بالنسبة للحليب المحلال المركز سوف نحتاج سكار و حليب مجفف و ربع من الماء يكون دافئ او لسخن سوف نخلط كل شيء سواء في الخلط الكهربائي او اللغي في الكاثرول بحال بحال غير هكا ديما لدينا الخلط يأتي قوام جيل وزوين وكيف يبقى لديك الحبيبات انه سهل الخلط يسهل عليكم الخدمة انا سوف نخلطه غير هكا بحالة سباتيولة او لفوة او لكي مكان و مباشرة تضوزه لكي يقنب الخلط و نرد الخلط على عفية مهلة سر كله تسليف الطيام و انتقوم بالتحرق او لجهد البطاكي و القوام خايف يستطيع التحرق و لا تستطيع التحرق متكول الماضي لون يتحرق من الخلط و تجهد او مضاق نهائيا سوف نحركه حتى يبدأ يغلقه من نور الغليان نجد دقائق كخفاف حتى يبدأ يوصل هذا القوام هذا نطفي عليه البطا يريد تحنه وهو سخون ممكن تحنه وهو سخون يريد تحنه حتى يبرد تحنه في الخلاط الكهربائي بحال بحال المهم هذا القوام تحسن القوام دياله وتجده يأتي مرتط بكتار ويأتي حتى الزوين وهذا هو القوام دياله شوفوا معي رغيبا لكم ارى خاطر الزوين وراء باش مما اعطته الطياب باش مما يزيد اتقل غير هو طيبته اكثر من القياس يرجع كيتحجر كي ديالي يكون بحال حبيبات ديال السكر وطريقة الاحتفاظ به عادي غير فقر عادي الزاج وفتلاجة بالنسبة للكراميل نيسلي غادي نحتاج الحليب المحلل مركز لمصوبة غير الترنيت بالحق ما نديرش نفس الطريقة اللي درت في الاول او ما نديرش نفس القوام اللي درت في الاول هنا غادي نزيد واحد ربوع كاس ديال السكر نفس ما قادر تقريبا اللي درت في الحليب المحلل مركز الولاني يعني كاس فكار كاس اربع فون كاس اربع فكار كاس حليب مجفف كاس اللاروبع ديال الماء يكون سخون او لدافي وكن خلط كل شي سواء في الخلط الكهربائي او اللاغيب يديه بالفوي وكن ردو كي طيب كيف طيبنا الاول على عفية مهيلة حتى كيو اللي عندي حليب محلل مركز جاهز هاكدا غادي تخدمو به سواء سخون او لك تخليوه حتى كي بردعة تخدمو به انا غادي نخدم به هدافي ما بارد ما سخون طحنتو من طبع الحال في الطحانة الكهربائية باش هكا كي يجيني القوام ديالوزوين كنديرو في قرعة ديال ازاي شكون كتبسد مزيان باش ما يدخلش ديالي الماء من ينجين طيبو وبحل كيف كنديرو من اللي كن بغون طيبو الحليب المحلل المركز الجاهز غادي ناخد داك اللي قريعة كنديرا في واحد تنجيرات تحت منها واحد تربيتة باش ما كتبسد مزيان وغادي تغطيوها بالماء غطيوها بالماء قرعة تكون كتبسد مزيان قرعة ديال مربي لعندكم خاوية ولا المهم بحلقة وصدوها مزيان ودروها في الطنجرة إلا كان الطنجرة ديال التغط يكون أحسن ضغية يعني تتسرع لكم الطيب والوقت ديال الطيب بحاله بحل حليب المحلل المركز الجاهز كياخد شوية الطيب باش ما طيبته باش ما كياخد لون زوين هنا تقريبا بالضبط خدا مني ساعتين ديال الطيب باش حصلت على هاد اللون هادا وملي كيي طيب رعا ما كتحلوش اليه طنجرة او طنجرة الدغط حتى يبرد تماما خليوه يبرد تماما عاد تقدروا تحلو عليه وصافيت يكون هادا هو الشكل دياله هنا قبل الكراميل نقص واحد شوية في الكيمية لانه مع الطيب بحال كي تبخر يعني ذك الكيميات المالي فيه كتنقص واحد شوية دك السوائل يقصوا شوية كي يبليكم داك الكراميل نزل على القياس اللي كنا دايرين في الاول وشوفوا القوامجات وراء كيييه دوما كيييه بحال الشكل تاع الحليب المحل كراميل نفس الواجد نفس الروحة نفس الماداق يعني إذا تقنتوا الحليب المحلل المركز في الأول سوف يفتق لكم الكراميل إذا مثلا نقص الطياب أو اللون خفيف يمكن أن تضيفه تغرقه بالماء وتضيفه طيب مزيان من المصفير من الصفير من المصفير بالنسبة للكراميل سوف يكون مدى طويلة في تلجم كذلك السكر يمتلك مدى أكثر يمكن أن تضيفه الماء القراميل لا يوجد الكراميل وصفير يتعب في تلجم مدى طويلة يبقى ملين متى توقع عليه تشيح حاجة وتتعمروا به الحلوية ديالكم ولا كدهنوا به اللي بغيتو المهمة للوصفات اللي اعطتكم مضبوطين مية في المية وراشتوني كنخدم بهم في الفيديوهات اللي قبل ايوا هذا الاقتراح ديالي ديالي اليوم كنت من الوصفات عجبكم ما تنسونيش لايك او جيم خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله